اكد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان فريق باريس افسي الفرنسي يسير وفق الرؤية التي وضعها مجلس الادارة والهادف الى تحقيق افضل النتائج في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وشير سموه الى ان تعادل الفريق في الجولة الخامسة عشرة مع فريق روديس اف يارون بهدف لمثله سيكون له انعكاسات ايجابية نحو مواصلة تحقيق النتائج الايجابية في الجولات القادمة ووضح سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان العديد من الاهداف تحققت في الفترة الماضية في ظل الترويج لمملكة البحرين بصورة مميزة بشعر فيكتوريس البحرين مبينا سموه الى ان وجود اسم البحرين الغالية على قميص الفريق له اهداف عديدة وتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصاديق عشرين ثلاثين مشير سموه الى انه حريص على دعم الفريق لتأكيد نجاح الخطوات وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لفريق افسي في الجولة السادسة عشرة من الدوري والتي سيلعب فيها مع فريق كليرمون يوم السبت الموافق للتاسع عشر من ديسمبر الحالي متمنى سموه ان يحقق الفريق الفوز والعودة من جديد لصدارة الترتيب ترجمة نانسي قنقر